قرارات محورية وهام اعتمدتها اللجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني خاصة فيما يتعلق بتعميق الإصلاح الهيكل لتجارة الخارجية ومواصلة إصلاح أنظمة إدارة الاستثمارات الواردة والصادرة وهو ما سيعود بالنفع على العالم عندما تجتمع لجنة المركزية لحزب الشيوع الصيني بمعنى أن هناك طبعا قضايا مهمة جدا سواء على صعيد الجيو بوليتيك في العالم وموقع الصين في العالم أما على صعيد الاقتصادي وطبعا قضايا أخرى يعالجها المأتمر الأهم طبعا هو اليوم مخاض العالم الجديد هذا العالم الجديد الصين لها دور كبير مهم جدا العالم يعيش اليوم أزمة دولية كبرى وتغيير كبير جدا على مستوى العالم يدفع تحسين تخطيط الانفتاح الصيني على المستوى الأقاليم وصقل الآليات المتعلقة بالتعاون العالي للجودة في إطار مبدرة الحزام والطريق إلى تعزيز النمو الاقتصادي العالمي من المؤمل أن يكون من قرارات هذه اللجنة تأكيد الحضور الصيني على المستوى العالمي تأكيد الصين كلاعب أساسي على المستوى الدولي في مساعدة الدول اقتصاديا وسياسيا وفي سبيل حل المشاكل الدولية لسيما في المناطق الساخنة ونأمل بأن تكون منطقة الشرق الأوسط المنطقة التي نحن فيها وهي منطقة ملتعبة حاليا أحد النقاط التي بالفعل من الممكن أن تهتم بها القيادة الصينية ينظر الخبراء إلى قرارات الحزب الشيوع الصيني في ثباته على المباتل الأساسية وسعيه لتطوير القوى الانتاجية الحديثة النوعية على أنه يفتح آفاق جديدة للعالم بدون أدنى شك أن الصين هي الصاعدة وهي 2030 ستكون إن شاء الله الكوى الاقتصادية الأولى في العالم طبعا قضايا تفاصيل الاقتصاد وأي خطة اقتصادية اللجنة المركزية تدرس ذلك الآن يعني انطلاق الصين نحو دور عالمي فاعل بشكل أكبر وتأكيد الحضور الصيني فمن الممكن أن تكون للصين دور أساسي على مستوى تنمية الدول على المستوى الاقتصادي مساعدة المشاريع الانتاجية تدفع قرارات الإصلاح والتنمية الشاملة إلى تحفيز القوى الاقتصادية وتحقيق التوازن والعدالة والتنمية عالية الجودة أهمية بالغة لقرارات اللجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني تعزز النمو العالمي وتحفز على نمو قوى انتاجية جديدة غارم شرف الدين سيجة أن عربية بيروت